السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم بفيديو مكمل للفيديو السابق اللي تكلمنا فيه عن المالجد ايدنتي تكلمنا عن نوعين هما في شغيرهم السيستم مالجد ايدنتي واليوزر مالجد ايدنتي عركناهم وفرقنا بينهم وقلنا ان احنا علشان يكتمل او تكتمل المعرفة في أدهاننا احنا لازم ندخل ونشتغل عليهم بأيدينا وهو ده ان شاء الله هيتم في الفيديو الكريم علشان كده هنروح مع بعض سريعا عند الفورتال بتاعتنا ونروح على السيرش بار كده نكتب الايدنتيتي علشان يطلع لي المالجد ايدنتي هنلاحظ ان ما فيش ولا هوية مدارة على الفورتال لان احنا داخلين ننشب وحدة جديدة من هنا لو قلت له كريت فهيروح يعمل لي يوزر مالجد ايدنتيتي يبقى اول فرق احنا ذكرناه في الفيديو اللي فات انه المالجد ايدنتيتي من نوع يوزر انا وحضرتك اللي بنستطيع نعمل لها انشاء او كريت وكمان هنستطيع فيما بعد نعمل لها ديليت بعكس السيستم طيب لو قلت له انا حابب اكريت هيسألني على او هيبدأ يطلع لي ووزرد بسيط جداً هيطلب مني ثلاث حاجات رئيسية الريسورس جروب اللي هستطيع تخزين فيه الايدنتيتي ديت فبالتالي انا هنا هختار الريجون الريجون اللي هتخزن او هترتبط من خلالها الهوية ديت والاسم اللي حابب انا استخدمه لـ user managed identity فما ممكن ان احنا نقول user managed 0 مثلاً واقول له كريت العملية تقريباً بتاخد 15 ثانية ماكسيمم يعني وبجرد ما اقول له كريت ما بيطولش يعني مش زي خدمات تانية ممكن تتأخر وتمتد الى ساعات زي مثلاً متورجة وي او الـ هو هنا انتهى تقريباً ما خدش يعني ما اطولش زي ما قلنا فهنروح مع بعض كده زي ما قلنا انا استطعت انشاء الهوية من نوع user فبالتالي انا برضو اقدر ادليت ليها واقدر بعد كده استخدمها بقى واطبع عليها واطبع عليها واطبع عليها وعمل لها عملية ادارة كاملة ليه؟ لان انا اللي قمت بانشاها بعكس انا ما بستطيعش اعمل عليها delete ما بقدرش ان انا احذفها لانه مش انا اللي قمت بانشاها انا ممكن اعمل لها enable ايوة ممكن اعمل لها disable لكن بما اني استطعت ان اعملها تفعيل او الغاء تفعيل فهي بالتالي موجودة وده الميزة او الفرق الجوهري بين user managed identity وبين system managed identity ده ممكن سؤال تنسئله في interview او في امتحان خلونا زي ما عرفنا كده نعمل user managed identity وننشأها ونتعامل معاها احنا زي ما قلنا بقى يعنيها ممكن اديها role اديها مسلا رول من اي نوع اقول له add وهنا اختار اي owner مثلا ما عندش مشكلة وهنا اختار user assigned management هيطلع لي هنا user اللي انا انشاهده طيب وممكن يعني نطبع policy احنا الكلام ده يعني قلناه ولكن بنتعكد طيب system managed identity بقى احنا قلنا ان احنا مش هنقدر نعمل لها كديد من الصفر ولكن هنقدر نفعلها طيب نفعلها ازاي؟ نفعلها من خلال service اللي متاح من خلالها التفقيل لانه مش كل service بتتعامل مع manage identity عموما لكن اشهر الخدمات اللي بتتعمل معها هي vm storage account with application خدمات تانية زي container مثلا وهكذا طيب خلينا نروح مع بعض مثلا مثلا نروح نتعامل مع vm شوف vm اللي عندنا كده vm التاني انا عندنا مجموعة من vm لو رحنا مثلا على اي vm ديت هنلاقي خيار اسمه managed identity ليه؟ لان service اللي من نوع virtual machine او computing عموما بيتعامل مع النوع ده من identity فلو رحنا كده على identity هلاقي system assignment هي معمول لها off انا ممكن اعمل لها on فبالتالي هنا استطعت اني اعمل لها enable ال user كمان ممكن انه add ال user اللي انا عملته او اللي احنا عملناه مع بعض وديله rule او او خليه access machine طيب حد بقى ممكن يقول ايه؟ انا الحد دلوقتي مش فاهم هي بتستخدم ليه او يعني ايه الغرض من اننا انشئ في النهاية user assignment او system assignment اقول لك مثال بسيط جدا علشان حضرتك يكون عندك درجة كبيرة من الفهم هو ليه اصلا لجأنا لل identity من نوع managed identity خلونا كده مع بعض نروح نقول انه في حالة لو كان عندي VM وعندي هنا الاجر active directory لو حبينا نخلي VM ديت تجوين جوه الدومين اللي على اجر انا محتاج ايه؟ انا محتاج credential محتاج انه لما احب ادخل ال VM ديت جوه الدومين الخاص بالأجر او حتى اين دومين؟ ال on-prem دومين؟ مش هو كان بيطلب مني username و باسورد؟ طيب وانا بكريت ال VM اصلا وانا بكريت ال VM اصلا في سؤال كده او في خيار بيطلع لي بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو حابب حضرتك تستخدم اليوزرات اللي جايين من ال اجر active directory من انهم يتمكنوا من الوصول ال VM ديت فحضرتك لو سمحت لازم تفعل الخيار اللي اسمه system managed identity خلاص؟ يعني لو رحنا كده على البورتل علشان نشوفه مع بعض تعالوا نحاول نكريت VM جديدة لو رحنا هنا في الجزء الخاص بالإدارة او ال management فحيبدأ يقول لي ايه؟ فيما يتعلق بال identity حضرتك محتاج تفعل system as site managed identity فممكن اقول له ايوة ينبل وانا بكريت ال VM او لو ما اخترتوش وبعد عملية ال creation انا برضو ممكن زي ما شوفنا من دقايق كده اني ادخل اقول له enable ما عندوش مشكلة لكن هنا بيسألني سؤال تاني حضرتك هتلوجن ال VM ديت باستخدام ال Azure Active Directory user يعني اليوزر اللي متخزنين هنا هيقدروا يدخلوا على المشين ديت بنفس ال username وال password بتاعه ولا لا خلي بالنا لو قلت له ايوة هو تلقائيا هيروح يفعلي ديت تلقائيا يعني شايفين اهو فعلها لي مقدرش افعل الخيار ده من غير ما يرتبط بالخيار ده خلاص نرجع بقى ليه ال whiteboard بداعتنا ليه هي عمل كده احنا قلنا انه علشان ياخد بايت المشين ايا القطاة هنا لعمل لها joint هو محتاج identity علشان يقول ال Active Directory لو سمحت تدخل ال VM ديت وخليها joint فهيقول له انت مين فيبدأ يديله ال ال ID الخاصة تمام كده تمام فعلشان هو سألنا لو احنا محتاجين نخلي اليوزر اللي جاي من Active Directory يأكسز ال VM ديت فقلنا له ايوة فراح تلقائيا نفعلي ال System Managed Identity ليه؟ علشان لما ابدأ في عمليات الكريت هيروح ميكارية هوة بالنيابة عني السيستم يعني او هنا مايكروسوفت هتروح تنشب هوية من نوع السيستم ومدياها رول على ال VM دية تستطيع من خلالها ان هي تاخد بيديها تعمل لها جوين على Active Directory فمدون ما يفعل الخاصية ديت مش هيتمكن من ان هو ياخد بيدي ال VM ويعمل لها ميمبر في الدومين فهنا اعتقد او اتمنى يكون الغاية من استخدام ال System Identity او ال System Managed Identity اتفهمك واتضحت في اذهلنا ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنحاول نحل مشكلة هي قابلتني انا شخصيا وقابلت سين من الناس فتواصل معايا وقال لي ان هو بعد تفعيل الخيار اللي هو اعتاحت الدخول عن طريق ال Agile Active Directory برضو هو لم يتمكن من الوصول هنشوف العملية بتتم ازاي وهنشوف اي مشاكل بيننا ان شاء الله ازاي نستطيع تجاوزا اشوفكم الفيديو الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة